بسم الله الرحمن الرحيم نحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إله ومدين أما بعد فأحياكم الله جميعا معاشر الصالحين ونسأل الله عز وجل أن يتقبل من لومكم مجلسنا هذا وأن يجعله لنا ذخرا يوم لقائه يوم لا ينفع مان ولا بنون إلا من أتى الله بقلم السليم يستمشر الإنسان خيرا مادام يجد نفسه في مجلس من مجالس الخير يسمع كلام الله عز وجل لما يستمشر لأنه يعلم يقينا أن هذا الأمر إلا ما هو اختيار من الله صحيح كان للعبد فيه إرادة وكان للعبد فيه مشيئة وكان للعبد فيه سعي وكان للعبد فيه محبة لكن الاختيار الأول إنما هو اختيار من الله وإلا من الناس من كان يود بالحضور لمثل هذه المجالس لكن اختيار الله عز وجل لم يقع عنه وهذا المصدق لقوله تعالى وأنا اخترتك استمع لما يوحى فالكي تستمع لما يوحى وقع ابتداء الاختيار من الله فاستحضار هذه النعمة أمر مهم جدا في بعث القلب على تقديرها لأننا نسمع كثيرا من ناس من يقول أنه من أهل الدعوة وأهل الخير وأهل العلم وأنه من فضل يقول لك أن هذا القرآن نعمة وأن هذا الدين نعمة نحن نردد هذا الكلام ويجب علينا أن نردده وننشره في الآفاق لكن ابتداء أن يجب علينا أن نستشعره تقرأ مثلا في كتب الصالحين لمن تقدم أو تأخر كلاما عن القرآن الكريم وجب علينا قبل أن نذيعه في الناس وهو واجب لا وجب علينا ابتداء أن توقف معه ونطرح ذلك السؤال المحوري الجوهري لماذا لا نستشعر نحن هذا الذي قد سطاروه هم أنهم سبقون لهذا الأمر فسطاروا كلاما فيه حديث مثلا عن لذة القرآن عن لذة القيام عن لذة الصلاة بل منهم من سطر تلذده بالتصدق ومنهم من سطر تلذده بالحج أو تلذده بالعمراء ومنهم من سطر وستر فيما يتعلق بالكلام الذي يترجم ما يستشعره القلب من حلاوة تلك العبادة المعينة تحدث عنها مثلا تريد أن تنهد قلبك مثلا في قضية الصلاة فتقرأ مثلا كتاب مثلا أسرار الصلاة في ابن القير وهو جزء يعني قطعة مجتزة أين صح التعبير من منزلة السماع مدارج السالكين وجعل كأنها رسالة خاصة أفردت بالطبع لهي أسرار الصلاة فتجد الرجل رحمه الله تجده يتحدث عن أمور وعن حسيس وعن مشاعر وعن لذات فوجب علينا أن نتوقف والإكلام تجي نزوين حلو لكن حلو في الأذهان لأن فهمنا وأدركنا بأذهاننا أن شخصا معينا ذكر لنا كلاما جميلا عن الصلاة لكن وجب علينا أن نتوقف هو لماذا لا نستشعر نحن هذه اللذة نحن فينك إلا مشكلة وعلى ذلك القضية مثلا في القرآن مثلا كنت سمعنا سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه نبدأ من 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 الصحابة سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لما كثر التضييق على المسلمين في مكة أهم بالخروج من مكة لا يخرج مشيق لبعلى غزوك ما مشاو الصحابة أدن لهم نبي عليه الصلاة بالهجرة إلى الحابشة فلقيه ابن الدغن أو ابن الدغن على خلاف في ضبط الاسم مش دولتهم فقال له أين تريد يا أبو بكر قال أخرج إلى مكان نعبد الله فيه فإن قريشا قد ضيقوا علينا فقال والله مثلك لا يخرج ولا يخرج لا يخرج الاعتبار أنك رجل من أهل الفضل وأهل الخير وأهل الرأي فلا تخرج من تلقاء نفسك ولا يخرج أن مثلك إن أخرج من قومه فقد فرطوا في فضل كبير وذكر له أن هذا غرب من السيطرات وذكر له فيه أوصافا هي نفسها التي ذكرتها السيدة خليجة في رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له مثلك لا يخرج ولا يخرج فإنك لا تصل الرحم وتقر الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق وذكر له أوصافا لكن ترجع إلى مكة في جواري في حماية كان عنده مدى مبدأ الجوار مبدأ الحماية فإذا أجار شخص من أعيان القوم أجار رجلا فإنه لا يقربه أحد بسوء فإن تقرب إليه بسوء فإنه كأنما قد أساء إلى المجير فرجع وقال لهم إن أبا بكر وكان يعلن بهذا في فناء الكعبة يا معشر قوليش إن أبا بكر في جواري قالوا له نقبل بجوارك إن اشترطت عليه أن يصلي في داره هذا الخطر اللي كان عندهم هما أن يصلي في داره لا يصلي خارج داره لماذا؟ قال لإنا نخشى أن يفسد علينا نساءنا وأولادنا لأنه كان من سيدنا أبو بكر من التي يصلي كان لا يملك نفسه عن البكاء وهو يقرأ ويقرأ القرآن في الصلاة فكانت النساء والأطفال تكاد قلوبهم تسحر من هذا المنظر رجل يتلذذ بكلام الكلام في حد ذاته قوي ويؤثر في هذا الرجل حتى أنه يبكي وهو يصلي فهذا أمر كان يسرق الألباب فصل جعل أبو بكر يصلي في داره ثم خرج بدأ له أنه في فناء الدار داره في فناء الدار يعني جعل مسجدا مسجدا ليس جامع مسجدا أي مكان يسجدوا فيه مكان مخصص للصلاة فبدأت النساء والأطفال يجتمعون عليه بالنهار بل بدأ أشراف القوم يسترقون الذهاب ليستمعوا إليه دون أن يعلم أحدهم بالآخر تاك يضرب الضوضي للصباح ويحصلوا يحصلوا بعضياتهم أبو سفيان عتبا شيء ما تشدين هنا صافيرا لكن نجوم نسمع العجب هذا ولكن سفيان تعهدنا آخر مره نقوم نجوم نسميتو نشوفه قدامنا سيحصلونا الغدلية تاكيتم وعايتين يجيين سالتين في الليل طيب أبو بكر وفهمنا الأمر لأنه رجل مؤمن مسلم شرح الله عز وجل صدره للإسلام لكن تأثير هذا القرآن في هؤلاء الناس اللي هم كفر ومحاربون بمعنى هذه العبادة اللي هي تلاوت القرآن أو العبادة الصلاة كان الناس يجدون لها حلاوة وإحنا كيعجبنا نقرأوها في سيرة النبوية وفي سيرة الصحابة والتراجم دي للصالحين لكن علاش علاش إحنا ما تنحسوش بهذا كشي اللي تيقولوهما هذا هو السؤال وهذا الذي يجب أن نتوقف معه لأنه مش يقول لك مهم هذا حيوي علاش لأن بهذا تحيى القلوب وهذه القلوب هي التي عليها مدار الفوز والفلاح يوم لقاء الله عز وجل ولا تخزيني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وانظر إلى عبارتي أتى الله بقلب وكأنه يأتي يحمل قلبه أشير القلب فيه فحل لو جاي أتى الله بقلب سيقوله أتيتهم بكذا أتيتهم بكذا يعني جيهزها في الدك فحل جيهز قلبك شنوك تدير ليه سليم كنت تحافظ عليه رد ليه البال وحاضيه وعندك هذه ونتحط عليش حاجة نقها وهكذا التعامل لأنه مع قلوبنا لكي نستفيد من هذه العبادات التي هي أصلا من محض اختيار الله عز وجل لنا فإن يجد أن يجد الإنسان نفسه في محراب الصلاة يستشعر أن الله اختاره ليكون هناك وإلا راه هناك من صرف عن هذا مثال دائما أضربه مثال قريب جدا ولعل جميعكم قد حضره وشاهده أنت على باب المسجد تريد الدخول وبجانبك شخص آخر هو يريد الدخول فإذا بك تسمع هاتفه يرن فيخرج هاتفه ويجيب يرد على الهاتف آه وخاب التي آه أصبر وجاو ويأخذه الكلام ثم كيبلك من بعد ما نزع نع له ينتعله مرة أخرى ويهبط مع الدرجة للجمع ويمشي له ووقف وتقامت الصلاة ومشات عليه استويق درجع يعني ينصرف عن المسجد ويمشي لأنه ذاك الهاتف بالنسبة لي مهم ولم يستشعر أن الأهم واجب الوقت في تلك اللحظة وهذه الصلاة اللي هاتف يدخلها أنت دخلتي هو ما دخلش علما أنكم رهب جوجكم جيين باغين نحن لن تحدث عن الذي لم يرفع بالصلاة رأسا أصلا ذاك اللي ما على بالوش لا صلاة ولا يجي ولا ما يجيش ما كيشوفش وقع في السلوع القبل لا ما عرفش من جهد لا أحنا كنت كلموا على ذاك اللي جايب أغيصلي لكنه ما جاهد قلبه في تلك اللحظة وما استشعر أهمية أن الله اختار له هذا الخير فهما من سبقنا الصالحون الذين سبقونا من الصحابة رضي الله عنهم من تجاي إلى من لازالوا أحياء في زماننا هذا بارك الله لنا في حياتهم هذا كان أول مساعد لهم في استشعار حلاوة العبادة هو أن يستشعروا أن الله عز وجل قد اختارهم لهذه العبادة هذي وأنا اخترتك فاستمع لما يوهى فهذا الاختيار هذا هو اللي يخليك أنك تتقدر النعمة مليك تقدر النعمة تبدأ في مطالعة أمرين مطالعة نعمة الله عز وجل ومن هي عليك بها ثم تطالع في الجانب الآخر تطالع جنايتك وتقصيرك في حق تلك النعمة فتشتغل بشكرها مليك توليك تستشعر شنا هو القرآن في حياتنا والناس الذين سلبوا القرآن من حياتهم كيفاش حياتهم يعني تسامي حياة الباهيمية إن لم تكن أقبح وهكذا وصفهم الحق سبحانه وتعالى أولئك كالأنعام بل هم أضل إذن هذه القضية الغفلاء على هذه النعمة هذه تدخل الإنسان أنه لا يستشعر قيمتها إذا لم تستشعر قيمة النعمة كن على يقين لن تؤدي شكرها والنعمة كما هو معلوم عندكم مرتبطة بجزء الأمور أحدها يحفظها ويزيد والأمر الآخر يجعلها تضمحل وتفر وهو الشكر والجحود ما يمكنش تشكر وحد الإنسان على وحد الخدمة أسداها لك حتى تستشعر قيمة تلك الخدمة شيء تام أبيت كي أنك النوع اللي كي جيو تيوقف معاك ويدير لك ويدير لك ويدير لك لكن القلب إلا كان في الجحود تيقول لك أو دي السي يدار معاك كذا وكذا ما قلتش لي تالله رحم الوالدين إلا ما قدرتش ديك القيمة للخدمة اللي دار لك شك تقول لي أو مالوج دار وارا عنده منه بزاف آه شيط عليه ذاك شي لا شيط عليه ذاك شي كان ممكن ما يعطيش لك دياله سوقك فيه دياله كان ممكن ما يعطيك منه اتح حاجة لكنه أسدالك خدمة وأنتك أنت محتاج فأنت ما تشوفش ذاك اللي شاط عليه الخير شوف الحاجة اللي يعطاها لك أنتش حل عتقاتك أنت من مرة لكن الذي يقدر النعمة تجده يشكر وكذا والله يجزك بخير أصبح لنا وحتى يمشي ويزلاته ويعودعي طليه والله العظيم لم يستحيي منك وجزاك الله خيرا وبارك الله فيك حتى يقول لك يستحيي ذك الذي أسدى النعمة هذا في مقام الناس مع الناس أما في مقام الإنسان مع رب الناس سبحانه وتعالى الشكر هذا واجب هذه عبادة واجبة وإلا ما شكرش الإنسان لما يتخييس رسول غير يبقى في مرحلة الحياد رأي إما أن تشكر إما أن تكفر ما كانش الوسط وإذ تأذن ربكم لإن شكرتم لأزيدنكم ولإن كفرتم إن عذابي للشديد ما كانش وحدة أخرى ما كانش وحد لا هو شكر ولا هو كفر لا محيد ما كانش الحياد في الدين سيد الربي لمن شاء منكم وأن يتقدم أو يتأخر ما كانش يا غد زيد لو قدام عن سيد الربي راجع مارشاريا فاستشعارنا لهذه المعاني هو الذي يساعدنا على الاستزادة منها لكن هاتي رأي رأي ماشي قلسة دينا الساعة المقانة وغات القارس كنت هو عبد الله بن المبارك ولا أنت هو ابن القيم ولا أنت هو ابن تيمية ولا أنت هو عبد القادر الجيلاني ولا أنت ما أدلا ما ما كيش أصحاب تأهفون الساعة أنا أقول لكم منها بلا ما تضيع ديك من الساعة رأي ماشي الدول هالبرقة كتلقى الصالحين كي يقول لك كابدتوا قيام الليل عشرين سنة كابدتوا من المكابدة وي المجاهدة وتحمل الصعاب وليوم تجي وليوم ما تجيش وليوم يتشد قيام الليل وسيمانا ما يتشد ونهار أخر يتشد وتمشي 6 شهور بلاش وليوم تجي معصية جريع لك تقعوا واحد عام دي اللي ما قانا ما تطرفش بش فعلوتر ما تصليش وبعد غدت جي لكذا وليوم ضارب عشرين سنة لكن هديك عشرين سنة مثل هؤلاء الناس تيقول لك أنا وقف عند الباب نمو لنا تندق تحل الباب تبارك الله ما تحلش الباب احنا كان عبد الله بالدقان لكن باش نخلي دك الباب ونعطيه بالظهار ونزيد رأو الله لازد قال لك من وراه قال لك ثم استمتعت به عشرين أخرى واحد أخر قال لك ثم استمتعت به ما بقي من حياتي هديك ثم استمتعت به ما جات حتى ذيك كابدت وهديك كابدت ناخده مثلا احنا على سبيل المثال ناخده مثلا عبادة تلاوة القرآن الكريم القرآن الكريم عنده مجموعة من الأوجوه ديال التعبود بالقرآن الكريم بلا ما يتبرز تشي واحد في قضية الأذان فإلى كل كلام فيما يتعلق بأمور الآخرة أو بما تنصالح به أمور حيوية في الدنيا فلا إشكال وخد كون خدام الآدان تيدر فما تتحرش من هذا القديل بالنسبة لي أنما بالنسبة لكم أنتم قالسين قالسين وساكتين ساكتين ترددون خلف الآدان وكتصمتوا يعني أنتم رابحينها بجوج نحنا الله يغفر لنا فلا يتحرجنا أحد من هذه المسألة إن شاء الله وتعالى فالذي قلت هو أنه وكي نعنى أوجه فيما يتعلق بالتعبد لله عز وجل بالقرآن الكريم أول وجه أول وجه وهو الحد الأدنى وهو عبادة الله بالقرآن الكريم من خلال التلاو إن الإنسان يقرأ هذا هذا لا يعذر فيه أحد يقضر الإنسان يعذر مثلاً في شيء من الفهم لجميع معاني الآيات هذا قد يعذر فيه مثلاً هذه ليس له حظ مثلاً من تعليم ولا مقاريش تيفهم المعاني الكبرى ديال وأقيم الصلاة أو الزكا كيعرف هذا رواجب تعرف المعنى الإجمالي مثلاً لقوله تعالى إن للمتقين مفازاً حدائقاً وأعناباً وكواعب أتراباً وكأساً دهاقة ما كيف يفهمش كأساً دهاقاً مفازاً كواعب أتراباً أنا ما فهمهاش لكن هو فهم إجمالاً أن المتقين راهوا مرابحين في الجنة تفاصيل خلاها لك والنسبة لي دخلي للجنة تفاصيل رأي سيقلا والخبار من بعد فهذه الأمور هذه ممكن يعذروا فيها لكن أن تقرأ القرآن الكريم أنت مشيب لإنسان الأمي هذا لا تعذر فيه ألبتة والإنسان يخاف ركيف لإنسان باغي يفرح بأن يكون من الذين يباهي بهم النبي صلى الله عليه وسلم الأمم يوم القيامة يخاف من الجال أخرى أن يكون من الذين يشكوهم رسول الله صلى الله عليه وسلم غداً يوم القيامة وقال الرسول يا ربي إن قوم يتخذوا هذا القرآن مهجورا على أول مرتبة من مراتب الهجر هجر التلاو المهم الصالحين وأهل التربية والسلوك تيقول لك ودي ما يطيحش على شي حاجة يقرأها في النهار الصفحة جوج حزب عشرات الأحزاب ختمة في النهار عشرين حزب المهم القرآن يدوز نهار يجب تقرأ في شي حاجة وأنت والميزان اللي أنت غادي به إلا كنتي من أرباب الهيمام العالية ما هنقولوش لقرأ صفحة في النهار ما هنقولوش قرأ حزب في النهار من أصحاب الهيمام ترى كندو معاك على خمسة الأحزاب في النهار على أصحاب الأحزاب في النهار لعشرات الأحزاب في النهار لكن تي من القرأي ديالكبار ديالكاس هالوداكشي ديالكساعة نقولو لك المهم أرقب على المصحاف ديال المولانا ضربط ليلة بعدها أمي ما تنعش بالأبي عام يدوش عليك النهار بالأبي وقضية التلاوة باش انتشجعو عليها وهنا مهم الإنسان يكون عنده وقفات مع الأذكار الحديث اللي جات فيها فضائل الأذكار سبحان الله يترتب عليك هذا الحمد لله يترتب مهم للإنسان أنه يكون عنده جالسات تيقرة فيها الفضائل ديالأعمال الصالحة وحنا اللي كيهمنا هنا فضائل الأذكار أنه لستشعرتي القيمة ديالها غتحرص عليها فالنبي عليه الصلاة والسلام دار لنا واحد لمرحلة كأنها مرحلة تمهيدية تدريبية اللي هي مرحلة تلاو وقال لك من قرأ حرفا من كتاب الله وهذه ما كي نفتشي كلام حتى من كلام الدنبي عليه الصلاة والسلام إلا إش دينا مثلا صحيح البخاري ولا صحيح المسلم ولا أخذين مثلا رياض الصالحين ولا أي كتاب من كتب ديال الحديث وبدأتك تقرأ فيها إن شاء الله الله عز وجل يأجرك على أنك تقرأ الوحيد اللي هو السنة لكن الكلام الوحيد اللي فيه الأجر مترتب على الحرف هو كلام الله عز وجل هذا فيه نوع تجيع كين تدريب لكن فيه بتداء النوع تشجيع وتحفيز أنك تقرأ القرآن من اللي كتعرف باللي رأى الحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها والنبي عليه الصلاة والسلام لم يشترط فهم الكلام ومن الأمور التي دلت على عدم اشتراطه فهم الكلام ليترتب الأجر على التلاوة هو اختياره للحروف كان ممكن يقول لك لا أقول الحمد حرف لكن ألف حرف ولام حرف وحاء حرف وميم حرف ودال حرف لا هو مش الحروف المقطعة التي لا يعلم معناها قطعا إلا الحق سبحانه وتعالى لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف بمعنى حتى لو لم تفهم معنى الآية فلك أجر الحرف كل حرف أجره بحسنة والحسنة بعشر أمثالها فالإنسان تشوف رسو في الفاتحة استر لول شحال فيه من الكلمة وكل كلمة حسب شحال فيه من حرف وضرب نعاما سيدي في شحال عندك من سطر الفاتحة شحال فامن حسنة شوية دخلتي الله هنا شوية دخلتي الله هنا شوية دخلتي الله هنا تتلقى راسكي لقريتي القرآن من الفاتحة للناس كانت تكلموا على ما يزيد على ثلاثة المليون حسنة أنا القرآن فيه أكثر من ثلاثمائة ألف حرف ثلاثة المليون حسنة مش كون أعطاها لك أبا الحاج غدايهم القيامات وقفت لقاء واحد غتابيتي لما ترد البال كي يسلكوا حد سبعة آلاف حسنة مو يمكنه حدثة المليون هناك أخوي يأخوه بسبعة آلاف وخنا مشوا نسلكوا يوقف عليك نعاما سيدي الضبراهيم ذاك اللي الديتي لي الصرف من اللي كتي باقي في كتبار بيس 18 عام 19 عام أعطيتي 100 دنم وردلكه الصرف ذيال 20 دنم وقلتي العز ضمنات سافيرا ونطلعون عاما سيدي وكذا والساندويتشات أي ذاك الساعة كان طيش لكن قلم تكليف يجريع لك 18 عام وردك بلغة شريف والحسنات والسيات خدامين وتخيل لذي أنت بجريتي واغفر لك الله عز وجل الدنب ديلك واغفر لك الدنب ديلك واغفر لك الدنب ديلك واغفر لك وذلك المصيب الكبير اغفرها لك سيدا ربيحت بينك وبينه وقتعتي السيرات من فوق جهنام وقبلك الناس سيطيحوا والكلالي بتخطف عباد الله والأهوال والويل وانت صافي خطيتي ومشيتي لجان خورا ودرت في قلتي الحمد لله الذين الجاني منك يلا غديت بشي لجنة وقف عليك الدبرايم الدبرايم دبرايم مئة دنام ديالي ما عنديش مئة دنام دبرايم دو فيز كالكون شوف 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 عام سيدي سعيد ملتقاصر لي منتقاصر نتابه شوف لما سمحتش لي جان نام لكذا بقى نقول لكم مين أنا حيث 40 سنة ديالالحقد يوم القيامة هاده 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 يرد علي يصرف لا الا الحكور بعين ها هاده هاده غالغ 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 يصال الله ويأخذها السيساين اللهم اصلي والسلم عليك يا سيدي يا رسول توقف عليك الضامنة راهات شاوم ستميتون الحسنات واخا سيدي الحمدلله رخات من القرآن واحد عشرين مرة على ثلاثة مليون هي الحمدلله ستين مليون حسنة حاجاتك الضامنة عشرين مليون حسنة هاك ربعين مليون اللهم لك الحمدل شي لا قدرت يتفلتر يدخل يسدو الباب تبقى انتعد البواني ديال الجنة ما عادوش كين البواني الداخل ولا لا المهم المصاريع كينها من برا الداخل ما عاربش شي دخل ويسدو فلتي فمن زحزح عن النار ودخل الجنة فقد فاس لكن احنا اطلب منا النبي عليه الصلاة والسلام اذا سألتم الله سألوا الفردو سعلي يكون عندنا المعالي ديال الامور فمحل الشاهد هو انه درجة الدنيا هي تلاوة القرآن الكريم ثم كتجي غايجي واحد يقول لك او داب وياسين انا را انا را ما قريتش انا امي انا نقول لي يا ساعك ما ذكره الشيخنا سلي عز ديت وفق حفظه الله فيما يتعلق بالسماء ما كتقراش ودنك خدامة تصنط نعمس يكون عندك ورد ديال السماء تكون كتصنط القرآن الكريم مني كان قول تصنط القرآن الكريم الله يجازيكم بخير جميل انني مثلا في الدار كان بريكولي شي حاجة كان صيب تنطيب كان نغسل معناتي تنقاد شغلي لاعتبارنا قدامي الرجالة وفيهم طرف ديال الزوافرية لكن ندو احنا مع الزوافرية اما الاخرين نرى اللي كتصوب الله يجازيك بخير وكتطيب اللي لك انتي موهم ما علينا اللهم صلي وسلم عليك يا سيد يا رسول الله فمحل الشاهد انتم شغول كتدير شي حاجة كتترتب في المكتابة ديالي كتقد حويجاتك الى اخرية وطالق القرآن هذا شي جميل ومحمود وطيب فهمنا لكن رمى الشاهدية هو السماع اللي كان هدرو عليه لماذا؟ لان انت تلقى راسك مشغول كتشوف شي حاجة واحد كتب كتقد فيه وراخدام البقرة كتتقراه ولا الكهف ولا ارى ضربات واحد الربع ولا واحد الربع وثمان ولا واحد النصف ما كتش قاع مركز معه صحيح رهم زيان لكن ما كتش مركز معه انك اندوي على السماع لك السماع اللي تطلق نعا مسيدي القرآن وتتقلس تصنطليه وكأنك كأنك في المسجد وتيقرع لك الشيخ وانتقلس تصنط للشيخ وهو السماع الذي ينتفع به الانسان غادي في السيارة وطلق القرآن هذا شي طيب وممتاز لكن ها هو واحد فراني لك على غفلة ها هو الاخر دار مجال اخرى او واحد تعطيك الفار كود وهو فيت السرعة القانونية ها انت ارد البال على باراج ها انت كده ارد دماغ سيحضر في جوجة الايات والا 4 و سيحضرها في واحد 60 اي اخرى عايت لك واحد وانت برمج الهاتف مع اسمه الميديا ديال السيارة تتورك على البطولة باش مديرش مخالفة تورك على البطولة كتهضر معها بالبلوتوث وذلك شيء مشاء القرآن عاوتني تعاوت ترجع فين كنت فين رأى الدين كيمشي شيء طيب اللهم تصنت القرآن ولا تصنت لشيء مو بيقاك حلا لكن رأى الدين ما غيكونش مركز كتقول لي مثلا النهار الجمعة وليلية الجمعة صورة الكاف تقول لك الحمد لله بعد ذلك المشي للخدمة عندي واحد من الساعة ديال الطريق كتجيني صورة الكاف بتسجيل مثلا ديل فلان ولا فلان كتجيني ثلاثين دقيقة كنجيبها قد قد لا اشتري ما كتجيبهش قد قد كتجيبها قد قد في الوقت اما في السماع وانتفاع القلب اراك ما تجيبهش اراه ما غا تصمت لها كلها باش نكونوا واضحين وصيد ربيقلك واذا قرأ القرآن اراك ما تسمعون ما كان دويش لك القرآن اللي كتسمعو في القيصار اياه لا كان دويعدك اللي كتجلس نتاو كتجلس تقلقو وكتجلس تستطلت له وما فيها باس يلاك انتقاري حدوين على الامي ما فيها باس يلاك انتقاري من اللي يطلق السماع القرآن الكريم افتاح المصحف وتبع معها لتلزم نفسك التركيز ودك السعار مساء اللي كنتكلمنا عليها البارح في الحفل الختامي من اللي تحس بقلبك تحرك عنده واحد جوج آيات ولا ربعة ولا ستة ولا كده قيدهم عندك تات سالي وعود رجع لهم اعلاش القلب تحرك هنا وما تحرك في الأخرين إذن هناك دواء إذن نخص نحفر ونقلب وهكذا كتجي المرتبة الأعلى وهي تعبد الله عز وجل بالقرآن الكريم من خلال المدارسة ومجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إذن مرحلة دي التلاوة يبقى ستجي فوق منها مرحلة المدارسة وهنا شباب كنا واحد مسألة مهمة جدا مجالس دي المدارسة القرآن الكريم هذه لا بد منها وإلا نحن نذكرنا نفسي دي عصام تنذكروا في هذه المسألة وإلا ردوز عليك نعمة سيدي واحد ست شهور سبعة شهور ثمين شهور أنت تعيش الوهم دي لأنك رك تتقرى وتتسمع القرآن وتتسمع التفسير ودرس من هنا وكذا لكن حقيقة الأمر أنك لا تبني شيئا لأن ما كانش عندنا مجلس قار بتوقيت معين إما مرة في الأسبوع إما جوجت المرات في الأسبوع إما مرة في 15 يوم لكن أن يكون مجلسا قارا عنده توقيت دياله وعنده موالي اللي تيحضروا لي أنا لا أتحدث عن مجلس مثلا تبارك الله بهذا الحجم هذا لك أن ندع لديك المجالس ديال خمسة الناس ستة الناس إلى طفي ما عندكش فين تزيد وغلبك وجهك سبعة ديال الناس على أقصى تقدير من بعد كتولي اسميتها الجوقة الجوقة اسميتها كانكروا وكانضحكوا هذا يضحك مع هذا هدي يقول لهذا هدي يقول كلمة ما عجبتش الأخر كانوا لقاسي كالراديو في الخواطر وكانقلبوا عليه المخاصمين صالحهم ما بقى بو مجالس قرآن ديك السعر كولاد تهيتير المسألة الثانية اللي كتهرس مجالس القرآن من بعد العدد قضية الماكلة مجالس القرآن ما فيش العلف أحسن الأحوال أحسن الأحوال إلا تفوق برطيع اليوم وطالع لك النشاط من اللي سالي المجلس كاس ديالاتي كب في المعدة ديالك المسخون ونضي قاعد لداركم غايتحط الماكلة اليوم هذا شيء بتجريبها سيادنا غايتحط الماكلة اليوم أسبوع اللي من بعد منو وصلات الخبار بللي ديك السيما نارا هنا يا درنا البيتزا من بعد الخرين غايتحو يدوروا البيتزا وراها القلاس الأخور غايت يوصلوا الخبار لا ندخلوا في إطار المنافسة حايتع لي البيتزا والقلاس غايتينجيبوا الرفيسة بالجاج للي طلعتين البارة من اللي غايتحطوا عندك الرابع الرابع من حالتي لقد الحال تديك بيتزا وما قادش عليا غاش غاي بدي يدير غاي بدي يتهرب من المجلس اسمحوا لي يا را جاي عندي خالتي وولادها من فرانسارة ما نقدرش نديرو المجلسي لأخيري سيما نلي من بعد الأخور كيشوف أنه وراد الباب اللي كان مكالي عليه تحيد فكتبالي الرفيسة جاي غايت ضرب لي فجوه تيبدي يقول لي ما وديرها كادار عندي شي صفار والخدمة إلى أخيري اليوم غدا بعد غدا تيتقطع المجلس كي تقطع المجلس ترجعوا للحالة لأننا تمدون بعدو تمدون بعدو هذا را مما عاتب الله عز وجل فيه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين السابقين الأولين لإسلام ألم ياني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليه ملامد نتيجة فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون الحمد لله أن هذه القصوى وذلك الفسوق ماشي إنسان تيمشي بي إلى يوم القيامة هنا إمكانية الرجوع لاذا يستدر بيقى من وراها اعلاموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها فلابد من هذه المجالس مجالس مدارسة والإنسان يستشعر فيها الحلاودي لهذا المجلس المدارسة الذي سنه النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل عليه السلام قبل من الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتيه جبريل في شهر رمضان ويدارسه القرآن في كل ليلة الحديث رأكم عارفينه فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجوده بالخير من الريح المرسلة فهذه المدارسة هي اللي خرجت لنا زيادة في تنمية الأخلاق الحسنة فورا النبي عليه الصلاة والسلام أصلا كان أجود الناس كيف ذلك في بداية الحديث يعني رأى كين واحد الخلق حسن لكن ما الذي سينميه ويطوره ويزكيه ويبارك فيه هو مجالس المدارسة منها الخلق الذمين تيحبس الواحد كي بدي يقد فيه يزكي نفسه منها الخلق الطيب ينميه ويكثره في العب هات المجلس دي المدارسة إنسان يستشعر فيه ديك الحلاوة ديال ديبا كتكون قالص غير معاشي واحد تحبه ويحبك وكتفهم أنت أوياه بنصف كلمة وتتقلسوا في مجلس ديال المدارسة وكبدأوا تذاكرون عماسة دي في القرآن وراء كدا وراء هادي وراء فيه واحد المعنى وكنت قرأت على هادي هادي وكتبدأوا أنا تبادر إلى ذهني أن هذه مسألة ممكن نطورها خلقيا وسلوكيا في هادي وكتذاكروا كتخرج ما كتحس في رأسك ما كتتمشيش على الارض كتحس في رأسك ما كتتمشي في السماء طيب كي كانت دير ذيك القليسة ما بين النبي عليه الصلاة والسلام و سيدنا جبري ما 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 كم يمكنش حيث أدر لا يسعه كلام هاد القليسة هادي لا يسع كلام اللي وصفها كيف تصفها سيدنا جبريل أفضل الملائكة مع النبي عليه الصلاة والسلام أفضل البشر ويتذاكرون في كلام الله الذي هو أفضل الكلام في أطهاري بقعالي يمكبات يعني لا تتقدر هذه تبعا ستوصفها ولا أعلم أنني قد قرأت أنا مقرج بزاب لكن لا أعلم أنني يعني قد وقعت عيني ولا يدي على كتاب فيه هاد الجلسة الجبرائيلية المحمدية اللي كانوا قاسين تتذكروا فيها فيها تفصيل الحلوات الإيمانية التي يمكن أن تنبثقها من هذه الجلسة هادي مازال خصالح فيها خصالح فيها خصالح عاودي نضعوا لها الناس أهل الخير وأهل الفضل ويقلسوا يشدوا هديك القليسة ويعاودي يخرجوا لنا منها الخيرات والبركات اللي قد روحنا نتافعوا منها إما علماً إما عاملاً إما السلوكاً إما دعوةً وكان قول والله أعلم ما ليس من باب التألي واستغفر الله لكن كنقول لعله من إكرام الله عز وجل لجبريل عليه السلام أنه تولى المهمة ديال النزول بالوحي على جميع الأنبياء لكن بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام رأى انقطع الوحي من السماء فيطرح السؤال لماذا ينزل جبريل في ليلة القدر وخدمتوا أنه تهبط الوحي وكان احتازنا جبريل في بعض الأحيان كان ينزل بالعذاب على بعض القرى ديال بني إسرائيل وكذا فلا هو غينزل بالعذاب ولا هو غينزل بالوحي فلاش غينزل سيدنا جبريل في ليلة القدر تنزل الملائكة والروح سيدنا جبريل هذا يوم يقوم الروح والملائكة صفاً وما يدي عندك يوم يقوم الروح والملائكة صفاً فعطيف العام على الخاص في ليلة القدر قال لك تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل الأمر هنا يعطيف الخاص على العام وما تقاسي مجمعين جمعين وبقشوف هذه تلقى أولاة خريجة إن شاء الله تعالى فليلة القدر هي الليلة التي أنزل فيها القرآن وهذه الأمة هي أمة القرآن ورمضان هو شهر القرآن وأنتم كتشوف رمضان كيف الناس تقبلوا على هذا الكتاب المبارك كأني بالله عز وجل ليكرم جبريلا عليه السلام لينزل من باب حنينه لتلك المجالز للمدارسة القرآن مع النبي عليه الصلاة والسلام فهو تيهبط يشوف الناس لازلت قرأوا القرآن يعني كيف كان هو كيشوف النبي عليه الصلاة والسلام وتيقل سمعه الناس باقى في رمضان تجلس كيقول لي يعني إنزلي يا جبريل وانظر فإن مدارستك للقرآن مع محمد صلى الله عليه وسلم لم تذهب السودان هاي قد أثمرت أناسا في رمضان يتدارسون القرآن الكريم قلت كأني بهذه المسألة الله أعلم لا نتألع الله لا ندخلش في الاختيارة لله سبحانه وتعالى لكن من باب يتدبر بعض المعالي ولكن خاطئين صار الله عز وجل يغفر لنا ثم تجيه المرحلة الأخرى ديال كيف كان خلقه يا خالة فقالت لي أليس تقرأوا القرآن قال بلى قالت كان خلقه القرآن هنا ملكت كل مدارسة وكذا تندز المرحلة الأخرى اللي هي مرحلة امتثال القرآن في أعمالنا وفي أحوالنا وفي أخبارنا وفي كلامنا لو الإنسان تعيش بالنور ديال القرآن الكريم أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّسِ يَبُثُهُ أَخْلَاقًا يَبُثُهُ تِزْكِيَةً يَبُثُهُ كَلَامًا عَطِرًا ما يخرج من فم غير الطيبة ما يتعامل بالناس غير بالتي هي أحسن ما استطاع إلى ذلك السبيل بل من خلوق القرآن أن الإنسان إذا أذنب أن يسارع بالتوبة هذا هو من خلوق القرآن الكريم وهنا الشباب اللي معنا بعد مرات خصوم ما يفهموش خطأا حديث شاب نشأ في عبادة الله شاب نشأ في عبادة الله كلك يقول أنه مدام وقعت فاد الذنب وقعت فاد الذنب صيت مشات على يدك شاب نشأ في عبادة الله إلى هد الشاب الذي لا يذنب هل هذا من بني البشر؟ ما يمكنش أي إنسان في دنيا ره يذنب ونحيده عليحنا ديك الصفة دي الشاب نشأ في عبادة الله إلى حيدنا هد القضية يعني ولا الحديد النبي عليه الصلاة والسلام ولا في الحشو قال لنا واحد الحاجة اللي ما يمكنش توقعه قد يوم القيامة ما يمكنش هذا اتهام النبي عليه الصلاة والسلام بالكذب لكن شاب نشأ في عبادة الله هو شاب بمعنى لم يستمر الذنوب ليس من أهل المعاصي إذا وقع في الذنب سارع إلى التوبة والاستغفار منه هذا هو شاب النشأ في عبادة الله إن غالبته نفسه مرة ذات اليمين أو ذات الشمال كان من الذين قال العز وجل سبحانه وتعالى فيهم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله في استغفار لذنوبهم هذه رهجات في السياق جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحبوا المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم الآيات من سورة العمران إذن هذا هو المعنى كان خلقه القرآن من لك يبقى غد الإنسان يتدرج هو طالع دارجة 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 هنا ممكن يدقل عليه أن هذا قد صاحب القرآن الكريم والله هو صاحب القرآن وصار القرآن صاحبه وهذا هو الذي يأمل أنه غدا يوم القيامة أن ينادى على صاحب القرآن فيقال له اقرأ ورقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها لكن الشرط ناوى ينادى على صاحب القرآن من الجال الخرآن وحد رض البال علاش ندوين على هذا الذي جاهد نفسه بالتزكية الذي لم يجاهد نفسه بالتزكية وكان يهمه فقط ثناء الناس عليه وكلام الناس فيه فذكره مرة الشرطة أول من تسعر بهن إذن كين عندنا من هنا وكين عندنا من هنا هنا كين عندنا تدرج كين عندنا منهجية كين عندنا إخلاص كين عندنا صدق كين عندنا تواضع وكين عندنا الذي فتتحنا به استشعار لنعمة الله عز وجل علينا بهذه الطاعات وهذه العبادة وأخذنا القرآن الكريم كمثال على هذه الطاعات وهذه العبادة وإن شئت فقل نفس شيء فيما يتعلق بالصلاة ونفس شيء فيما يتعلق بالعبادات الأخرى ونفس شيء فيما يتعلق احتى بالعبادات المالية وهذه يختم بها كان بعض أهل العلم تقول لنا من النعم المرتبطة بالصدقة الإنسان يستشعرها ثلاث نعم أول حاجة هو أن الله عز وجل قد أنعم عليك بأن أعطاك مالا تتصدق منه وإلا كان ممكن تكون من لي أنت أكيد أعطوك الصدقة ما عندكش باش تصدق فأعطاك مال تتصدق من هذي نعمة قال لك النعمة الثانية وفقك لتتصدق به وإلا شحم واحد عنده الأقلبه فيها لك الملاير كان واحد السيد كان جاء عنده شيء ناس كانوا مشو عنده وترغبوا فيه باش يتوى عنده ملاير الأموال باش يرغبوا باش يساهم معه ويسهيم معه وفي البناة دي الواحد المسجد ودخلوا عنده للشركة من يدخلوا عنده المكتب وتكلموا معه وكذا قال لهم ما وديش هنقول لكم قال لهم هنقول لكم فلوس ما كيناش الكذوب مثل مرة دخلتوا في الشركة واشتروا رواج شي داخل شي خارج قال لهم الفلوس كينة لكن القلب اللي خرجها باقي ما كينش هذا بعدها قلت لهم هذا بعدها هذا جاكم فاس ما ما بقى يتلون ما باللتي تتعوت ترجو عندي هذا الصادق لكن الصادق في مصيبة سأل الله العافية اذا ان يوفقك لتتصدق بها هذه نعمة ليسهولوا على النعمة الثالثة قال لي ان يسار لك شخصا ليقبل منك تلك الصدقة باش تلقى واحد اللي يقبل من عندك الصدقة وهذا راه كطرة خد خصا اللي عندهم السيارة تكون غادي تبلي شي لقطة ديالشي واحد ما وقفروش ما كده تقول نعطيه ما نعطيه صايب لاش شو كتدوز واحد جوجد قيق الى كان غادي في الطريق ولا حاجة يقول انا ما اني على هات البخل هذا ديال والو طعا رجعوا نعطيه لاش درامة البابة فاش غدا تدرينا قاعد مش يعطيه لاش درامة تيجيب الدورات يرجع ما تلقاش ان شاء الله هذيك الرجع اللي رجعتي لعلك تؤجر على النية انما الاعمال بالنيات لكن العمل ديال انك تصدق وتعطيه حرمت منه كانت النعمة اللولى وكانت النعمة الثانية لكن النعمة الثالثة ما اخذيتيهاش الله اعلم ربما لتقصيرين في شكر النعمة اللولى والنعمة الثانية فنسأل الله عز وجل يوفقنا وياكم لما يحبه ويرضاه الجو هذا كله تبارك الله راتي يفتح الشاهية اقصد شاهية الكلام يفتح الشاهية الكلام فتفتح الشاهية الكلام لكن حسبونا من القلادة ما احاط بالعنق فجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك انشهدوا الله لا تنسوا فركنت أبو ليك وصل اللهم على محمدين وعلى آله وصحبه جمعين والحمد لله رب العالمين لا تنسوا الاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد